البنك الدولي بيقول البنك الدولي أعلن قائمة بالدول العشر الأعلى تضخمهم في العالم في أسعار الغذاء اللي عندهم الغذاء غالي جدا ومعدل التضخم عالي جدا أهو قدام حضراتك أهو زنبابوي 353% نسبة تضخم في أسعار الغذاء لبنان 240% سريلانكا مية فينزويلا 131% سريلانكا 91% تركيا 90% إيران 81% الأرجنتين 66% مولدوفا 38% إثيوبيا 36% ورواندا 34% والنبي يبراهيم الأخ حافظ المرازف الأخ حافظ المرازي كان عامل دراسة ملاكي عاملها له واحد صاحبه سواء تاكس ولا سواء أوبر وقال عليه دكتور قال التضخم في العالم والحق مصر مع سريلانكا ولبنان ده مين ده حافظ المرازي اللي يقول لي بيكون لي شيء هاجم يقول لك العودة الملكية والملكية الديمقراطية فليه أمقاله لكن يا أخ حافظ المرازي بقول له قالي دراسة هي قدام حضرتك ده البنك الدولي اللي عاملها البنك الدولي ده مين يا براهيم مش ده البنك الدولي اللي عاملها 레�ا دي البنك الدولي مش بنك التسليف الزراع يا حافظ البنك الدولي عامل دراسة بيتكلم فيها على أهم عشر دول أول عشر دول عندهم تضخم في أسعار الغزاء منهم اهو تاني زنبابوي ولبنان وفنزويلا وسريلانكا تركيا هي عم حافظ 90% تدخل وايران 81% صحابك والارجنتين 66 ومولدوفا واسيوبيا ورواندا ادي اهم عشر دول دي دراسة عاملها البنك الدولي واعلنها واحنا البناء مع الناس دي لكن حافظ جاب دراسة عن مصر وقال مصر هتحصل سريلانكا ولبنان الدراسة دي عاملها مين عاملها واحد صاحبه زي ما بقول لكم كده بالزبط شغال سواء اوبر في الولايات المتحدة بيوصلوا ببلاش حط دراسة وبعاتها والاخرين بينقلوها ويتم تدوير الاخبار اهو ادي حافظ مين قالك اهو هذا الجدوى اللي مؤشر تضخم ودرجات حداته عالميا الذي وضعه ستيف هينج استاذ الاقتصاد بجامعة جونز مش عارف ايه مين عارفه ده يا براساروط ستيف هينج مين ده يا اولاد يعني يعني وبعدين الدراسة دي الدراسة دي مصر فين رقم كام يا ابني 18 اهيه وفين وفين تركيا رقم اربعة اهيه صح وفين الارجنتين وفين كزا هو قال مصر يا جماعة مع السريلانكا عشان السريلانكا واقعت اي اسقاط سياسي حقير اي اسقاط سياسي ملوش اي معنى الا حقد وخلاص ما هو زي كان الراجل اللي تعلم مجاني في مصر موحافظ ده متعلم مجاني يعني متعلم زينا يعني مدارس حكومة مجاني بس احنا بنقول لكل حد ساعدنا متشكرين وبنشكر ربنا وبنشكر الناس وبنعترف بالحق لكن هو خلاص نسي انه ابن الطبقة البسيطة زينا برضو يعني عادي اه وبتكلم بقول عودة الملكيه على انه يعني كان عنده ابوه او عيلته كان عندهم اسطول العربيات ولا كان ابن يا برجيلة باشا ولا ابن عبود باشا ولا ابن مش عارفين يعني اي اي مكان لكن ان انه يبدأ يقول انه عصر الملكيه هو العصر الافضل لمصر وعليه انه يعود عشر الديمقراطية وانا بقول تاني سبحان الله لو لا ثور 23 اولي تاني ما كانش يتعلم ولا ارى ولا كتب ولا كان ولا كان عموما يعني البنك الدولي بيقول هذا الكلام طبعا في دراسة طلعت مبارح اه كلم عن الغزو الروسي لاوكرانيا قالوا ان حرب اوكرانيا هترفع اسعار الحبوب 7% مش دلوقتي على الامد البعيدي هتستمر خلاص اهو 7% في اسعار الحبوب على المدى البعيد ده كلام مين ده كلام دراسة